كيف يعرف الإنسان أنه معيون؟ أنه أصيب بالعين؟ هل هناك عراض؟ طبعاً كل الأمراض هذه اللي ذكرناها سابقاً العضوية النفسية الروحية كلهم لهم عراض والعراض هم قد يكون العراض مشتركة بينهم وقد كل واحدة تنفرد بأعراض معينة أضرب لك مثال لو إنسان مثلاً في صداع صداع هذا مرض مشترك قد يكون سبب مرض عضوي واحد مع جيوب سبب صداع قد يكون نفسي مع أكتئاب مع أكتئاب وضيغة وكذا سبب للصداع قد يكون مع مس شيطان أو سحر وكذا سبب للصداع قد يكون معيون سبب للصداع فهذا من علامات قد تكون مشتركة يعني ما أخذها أنا أقول لكل واحد في صداع أقول لأين العرب نفسه يدل على أكثر من مرض لكن هناك فيه عراض خاصة حق العين واضح معاي إذن عطنا يا أخو مثال إنسان تشوفه نحيف مهما أكل مصفر الوج بس أخذ بالك أنا قلت لك ممكن للعراضة سنمشتركة ممكن سبب مرض عضوي وفقر دم في شيء طبعا حين نتكلم هذا بعد ما يفحص وتأكد وقالوا لأطباء ما فيك شيء هنا يتجه إلى قد يكون الله يحفظ كثير التثاؤب مطبيلي هذه علامة العين كذلك البكاء من غير سبب هذه من علامة العين بعضهم يقول أنا التثاؤب إذا قريت قرآن لا إذا كان تعبان لا 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 إذا بس تقرأ قرآن لا إحنا نتكلم كثير التثاؤب يعني كل دقيقة يتثاؤب كل دقيقة يتثاؤب مطبيعي التثاؤب قد يكون من شيطان أحيانا ترى حق القرآن يعني هناك مشتركة أنا قلت لك منها كذلك الضيقة نعم عوار القلب قد يكون الله يحفظك رعشة في أطارفة كثير التقيق تجشع كثير ما يقعد في وظيفة معينة كل يوم يغير وظيفتها بسببها العين يفصل من كل شغلة يديشها وإنما يروح كلها مفصول مفصول من عمله بسببها العين ساكينا بعين بس هناك حتى لو ما كان متميز يعني تميز ظاهر هل في ناس تحسد على أقل شيء يعني هل الذي يصاب بالعين هو المتميز ولا أيضا يمكن يصاب الإنسان العادي العادي ممكن ممكن بس دائما صاحب العين ما يصاب بالإنسان إلا في شيء أعجب فيه لازم فيها أعجاب ماتي العين في شيء يلفت انتباه يلفت طبعا لذلك لها أعراض يعني مثل ما قلنا لها أعراض كثيرة من أبرز أعراضها أن يتغير حالة بالحال بسرعة بالعكس